اشتركوا في القناة وبالتالي فهي خطية غير محدودة وانا محدود لما اقعد ملايين بلايين السنين انا مش هوفي هو المشكلة اخ يوسف لا يخفى عليك انه الجدل هذا الجدل عشان بيرفض فكرة الانسان ان يكون مولود بالخطية مع ان الكتاب واضح يعني بقول كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحدين الى طريق حتى بوصفنا سميه تعاصيا في البطن ذكرت داود ها انا ده بالاسم صورته وبالخطيئة حبلت فاحنا نؤمن انه الانسان يتورس طبيعة الخطية يعني حتى في الدي اي بتاعنا موجودة الخطية مشان هيك جاء المسيح لكن يعني عايز اقول جدلا دا لاش ورصة الخطيئة طب انا ما عملتش خطيئة دا انا عملت ما لا يحصى من خطيئة يعني هي وجعاهم ورصة الخطيئة على فكرة ورصة الخطيئة والتعليم بتاع روميا 5 دا وسيلة تبرين مش وسيلة ادانة هو مش عايز يقولك انك سوف تدام بخطيئة ادم انت مدان انت ارتكبت ما لا يحصى من خطيئة اركن خطيئة ادم على جنب لن نذكرها لا هو فكرة التبرير لان التبرير لازم يكون في الدم طبعا لازم يكون في ذبيحة وهيك ابتدى كانت مبادرة الهية في جنة عدن الله اللي اخد زمام المبادرة يعني حتى ادم وحوا ما كانش عندهم اي اقتراح ولا اي خيار الشيء اللي قدروا يعملوه حاولوا يخفوا العورة باوراقتين لكن الله اللي ابتدأ بفكرة الذبيحة البس هما اقمصة من جل يعني اللي عايز اقوله ان رسالة روميا لا تعالج مسألة ان الخاطي سوف يدام طبعا اشارت الى ذلك لكن في الجزء ده كيف يتبرر الانسان عند الله ازاي وده سؤال بتاع ايوب لما قال كيف يتبرر الانسان عند الله رسالة روميا تجيب عن هذا السؤال ازاي يتبرر الانسان عند الله حبيبي انت مش ورست الخطيئة من ادم الاجابة نعم والبرهان على ذلك انك تموت الاجابة نعم انت يمكنك ان تحصل على تبرير الحياة بانتسابك الى المسيح فهنا ليست مسألة ايدانة ودينونة لكن مسألة تبرير لكن اللي زعلان من انه وارس خطيئة ادم لا ابشرك مش هيحاسبك ربنا على خطيئة ادم وماذا عن ملايين وبلايين الخطايا التي ارتكبتها انت ضد اله يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له ويقول ايضا وكل ما ليس من الايمان فهو خطيئة اشتركوا في القناة